يوم الأربعاء انطلق العام الدراسي في الجامعة الأمريكية في بيروت ليتفاجأ الطلاب بزيادة أقصاتهم بنسبة 6% بعدما كان الاتفاق بينهم وبين الإدارة منذ عام 2010 ألا ترتفع الأقصات لثلاث سنوات بنسبة أكثر من 4% ما دفع ببعض الطلاب إلى التحرك سريعا ورفض هذه الزيادة فأنشأوا صفحة على موقع فيسبوك ووزعوا بيانا يوضح أنه خلال أربعة عوام دراسية باتت أقصاتهم أغلى بنسبة 37% هذا شيء ما أنه مقبول نحن اللي عم نطالب فيه ما طالب أنه 6% اللي صارت هاي السنة الغليق الأسعار ترجع لأنه ما أنه محقق الشغل الثاني أنه التلميس حقهم يعرفوا بأي قرار بدي تم بغليق الأسعار هاي السنة فيه 2400 تلميس جديد ألف منهم بس يعني أقل من النص مقدم على فاينانش الأيد يعني فيه 1400 شخص ما أدم منه بحاجة لفاينانش الأيد من أصل هادي الألف 700 أخذوا فاينانش الأيد 95% منهم حتى ما أقل 100% ما حدا أعلى من 50% لكن وبحسب مدير مكتب التسجيل والمساعدات المالية في الجامعة فإن كلام الطلاب ليس دقيقا فالجامعة تحرص على مصلحة الطلاب من خلال ما تقوم به هالسنة لأنه تعرف الاقتصاد منهار ووضع المعيشة كتير عاطل ترتقوا أنه لازم نزيد 6% نقدر نغطي التكاليف اللي عم بتصير والشي ما فيه 2400 طالب عدد الطلاب حاليا الفايتين الجديد اللي هني يا فرشمن يا صوفمور عنا حوالي 2000 حوالي 900 طلب للمساعدات المادية يعطينا منهم حوالي 800 طلب يعني في منهم ما تقولون كتير كبير الآن 200 طلب حصلوا على بعض المساعدات يعني شئ من المساعدات الطلاب المعارضون يعتقدون بأن سياسة زيادة الأقصاد تحول الجامعة إلى مكان للأغنياء فقط إلا أن الإدارة تصر على أنها تحاول أن تطيح للجميع سيما ذوي الدخل المحدود متابعة تعليمهم فيها لكن في كل الحالتين وبغض النظر عن السبب الحقيقي لهذه السياسة باتت الدراسة في الجامعة الأمريكية أمرا مكلفا جدا